السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع أخوان بالنسبة الشحن بطارية الساعة عندي لكم 3 مصايح كلش مهمة صراحة مستخدمها وبالخصوص هي نظام ووتشو السبعة الشحن جدا ممتاز عندي يعني استخدامي باختصار أخذها مثلا الصبح بالستة 100% أو 99% أروح للشغل المالتي أستخدمها استخدام يعني متوسط أدخل كل ساعة أشوف السعرات الحرارية أشوف المشي الخطوات والإشعارات طبعا كلتها أشيكها وأرد عليها مرات وأرجع للبيت بالأربعة وبالخمسة ألقاها 75% يعني ممتاز تقريبا الشحن هذه النصائح اللي أحنطيكم إياها اللي هي الإعدادات المسويها آني نبدأ بيها أول شيء عندكم تحديث التطبيقات بالخلفية أخوان هذا شيء معروف حتى بالآيفون يعني تقدر بالآيفون هم تسوي هذا الشيء يعني عندك تحديث التطبيقات بالخلفية يصرف شحن كلش أهواية رح تلقاها بالعام ورح تجي تلقى تحديث التطبيقات بالخلفية هذا تدخل عليه تطيق إيقاف هذا ضروري الطفي يعني أهواية من صرف الشحن تلقاها بسبب هذا الإعداد النصيحة الثانية اللي عندي لكم اللي هي تقليل الإضاءة طبعا رح تجي تلقاها بشاشة العرض والإضاءة تجي هذه تحاول تنزلها للأخير على ضمانتي الإضاءة ما للشاشة كل شيء بيها ما رح تتأثر عندك تشغيل دوما مو إلا تطفيها ما تأثر ترى تخليها شغالة شي حلو وميزة بالساعة النصيحة الثالثة هي تدخل على عام وبعديا على تنبيه الشاشة هذا اللي تحاول تطفيه مو مهمات عندك تنبيه عند رفع المعصم تنبيه عند تدوير الكراون وعندك هذه عند الضغط تقدر تسويها 15 ثانية هذه تفرق كل شهواي بالشحن بحيث هذه من تكون الساعة خاملة مو إلا يعني كل ما ترفع إيدك رح تضوي الإضاءة القوية مالتها لأن هذا النوع من الإضاءة هذا ما يصرف الشحن فهذه ثلاث نصايح بصراحة أنا أستخدمها والشحن جدا ممتاز عندي بالساعة مو دائما أشحنها يوميا لأن قلت لكم الساعة بالأربعة أو بالخمسة ألقاها 75 أو 70% فأعوفها ثاني يوم هم أطلع للدوام من أرجع ثاني يوم من الدوام ألقاها صارت 30 31 35 يلا أشحنها أتمنى استفاديتكم من الفيديو ويتنسون اللايك والاشتراك بالقناة بالنسبة للينا مشتركين تحياتي لكم